سورة من أربع آيات إذا قرأتها وحافظت عليها سوف ترى العجب العجاب أخي الحبيب سورة في القرآن هي ثلث القرآن إنها تعدل ثلث القرآن ولكن لماذا سورة الإخلاص فيها هذه الميزة؟ يجب أن تتأمل يجب أن تتفكر معظمنا يقرأ هذه السورة ولا يتفكر لا يدرك ثقل وعظمة الكلام الوارد فيها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أول شيء إذا قرأتها عشر مرات وحافظت على ذلك كل يوم بنى الله لك قصرا في الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة قل هو الله أحد عشر مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة هل هناك أجمل من أن تبدأ منذ هذه اللحظة ببناء قصر لك في الجنة؟ نحن اليوم في هذه الدنيا مئة متر مربع نلهث سنوات حتى نحصل عليها وهي زائلة فانية ما بالك أخي الحبيب بقصر في جنة عرضها السموات والأرض؟ جنة الخلد بالقرب من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لماذا هذه السورة تعدل ثلث القرآن؟ طيب لماذا الله يحب من يكثر من قراءة هذه السورة؟ كما أنبأ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة دعونا نتأمل هذه السورة المباركة كلمة كلمة هي أولا شفاء وعلاج وفرح وتفاؤل وذهاب للهموم والغموم هذا في الدنيا ويوم لقاء الله تكسب محبة الله سبحانه وتعالى وتجد أمامك قصرا في الجنة ليس هنا في مكان فيلا هنا زائلة لا قصر في الجنة هذه السورة أخي الحبيب بدأت بكلمة قل وقل هنا موجه للنبي عليه الصلاة والسلام قل يا محمد هو الله أحد طيب لماذا الله وضع كلمة قل كمن الممكن أن يقول هو الله أحد وانتهينا لا أراد الله عز وجل أن يضع أمامك الحبيب عليه الصلاة والسلام يضع أمامك القدوة الذي أمره الله وهو خير البشر وهو في منزلة لا تنبغي إلا لرجل واحد هي الوسيلة وهو من أعظم الخلق وأعظم البشر وأعظم الأنبياء وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للكون كله هذا النبي رحمة للكون طيب عندما تقول قل هو الله أحد تتذكر أن النداء نزل للحبيب والحبيب عليه الصلاة والسلام أوصل لنا الرسالة فهذا يدعوك أن تقتدي بهذا الحبيب أن تزداد حبا أن تقول جزاك الله خيرا يا رسول الله أن بلغت لنا هذه المعلومات أن عرفتنا من هو الله نحن كنا ضائعين لو لا النبي عليه الصلاة والسلام كنا تائهين أرسله الله رحمة بنا قل هو الله أحد أنت هنا نجوت من الشرك مهما كان عملك يغفره الله إلا الشرك سبحان الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينة بمجرد أن قلت قل هو الله أحد اعتبر أن كل ذنوبك قابلة للمغفرة بشرط التوبة بقي عليك التوبة أبعث نفسك عن الشرك إذن هنا أول فائدة من فوائد هذه السورة أنها تنجيك من الذنب الذي لا يغفر وهو الشرك لأنك اعترفت أن الله واحد قل هو الله أحد الله الصمد الصمد أيها الأحبة لم تذكر في القرآن إلا مرة واحدة اسم الصمد هو من أسماء الله الحسنى إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة الصمد هو اسم من أسماء الله الحسنى لم يذكر في القرآن كله إلا في هذه السورة تشريفا وتكريما لها ليقول لك هذه السورة عظيمة جدا الصمد هو الذي يلجأ إليه في الشدائد الصمد هو الذي يستجيب الدعاء حيث تخلى كل الناس عنك الصمد هو الذي يراك وهو الذي يسمع دعائك وهو الذي يرزقك وهو الذي يعطيك وهو الذي يحفظك الصمد لها معاني كثيرة 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 جدا لذلك إذا فتحت كتب التفسير ترى معاني كثيرة لا تنتهي لا تستطيع أن تلخص كلمة الصمد بكلمة واحدة أبدا لذلك ذكرت مرة واحدة وأنت أبحر في المعاني أنت أبحر في معاني وتخيل ما شئت إذن أنت هنا عندما قلت الله الصمد هذا اعتراف منك أن الله هو القادر هو الذي يغيث هو الذي ينجي عباده هو الذي يلجأ إليه هو الذي يرزقك ويحفظك ويحميك ويصرف عنك الشر ويصرف عنك الضر الصمد لم يلد ولم يولد هنا أيها الأحبة قضية أن تقول لم يلد ولم يولد هذه براءة ثانية من الشرك لأن النصارى قالوا ولد الله لذلك لديهم ثلاثة آلهة طبعا يدمجونها في إله واحد ولا تستطيع أن تفهم القضية لو جلست مئة سنة لذلك أن يدعو الإنسان لله ولدا هذا أمر خطير وعظيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد لقد أحصاهم وعدهم عد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إذن الذي يقول إن لله ولدا هذا أمر خطير تكاد السماوات تنشق وتدمر يتفطرن تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال لو أن هذه الجبال فهمت هذا الكلام لخرت لله لتصدعت وتحطمت من ثقل هذا الكلام الذي يدعونه فأنت عندما تقول لم يلد ولم يولد هذه براءة ثانية من الشرك وإقرار بوحدانية الله وأنه هو القادر على كل شيء طيب الآية الرابعة ولم يكن له كفوا أحد لا يكافئه أحد ولا يساوه أحد وأنا لست بحاجة لأحد أنا معي الله عندما تقول ولم يكن له كفوا أحد كأنك تقول يا رب أنت تكفيني لا يوجد كفء لك لا يوجد ند لك لا يوجد شريك لك لا تحتاج إلى من يعينك لست بحاجة إلى شأنت مستغن عن الكون لأن الكون كله ذر بالنسبة إلى وهو جزء من مخلوقات الله فالله تبارك وتعالى يكفيني فهو كفوا ولم يكن له كفوا أحد يكفيني ولا أحتاج إلى غيره لا أحتاج أن يكفيني معه أحد وبالتالي أنت هنا عندما قرأت الآية الرابعة أصبح لديك يقين والثقة كاملة أن الله فقط هو الذي يحميك وهو الذي ينقذك وتبرأت من الكون كله والتجأت إلى الله الآية الأولى تبرأت من الشرك والآية الثانية تبرأت براء ثانية من الشرك والآية الثالثة براء أيضا من الشرك والرابعة كل أنواع الشرك أنت برئ منه إذن أنت مؤمن وبالتالي أصبحت في بر الأمن فمهما كان لديك ذنوب وأخطاء يمكن أن يغفرها الله لأن الله تبارك وتعالى هو القائل قل أيضا هنا قل يذكرك بالنبي عليه الصلاة والسلام لنبقى دائما نتذكر أن حبيبنا عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغنا هذه الآيات وأنه ينبغي علينا أن نقتدي بهذا النبي الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إذن كل الذنوب يغفرها الله باستثناء الشرك وبالتالي هذه السورة تعطيك ختم تعطيك براءة من الشرك وبالتالي انتقلت من مكان خطر جدا إلى بر الأمن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركة هذه السورة وأن نرى آيات الله وأن تكون شفاء لنا وحفظا لنا وبراءة من الشرك في الدنيا والآخرة وأن تكون هذه الآية سببا في أن يبني كل واحد منا قصرا له في الجنة وأن يكسب محبة الله يوم لقاء الله عز وجل الذي قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته